قال مالك ابن دينار كنا مع الحسن في جنازة فسمع رجلا يقول للرجل من هذا الميت قال الحسن هذا أنا وأنت قال الحسن هذا أنا وأنت رحمك الله فأي موعظة أعظم من هذه لو كان بالقلوب حياة ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر لزور حفرتك وهجران الأقارب وانهب عن بصاة الرقاق وقل أنا تائم وبادل تحسين الفضائل قبل فوت المطالب فالسائق حديد والحادي مجد والموت الظالم اسألوا المقابر عن سكانها اسألوا المقابر عن سكانها واسألوا اللحوذة عن أهلها هل بعد الشباب إلا الهرم وقال بعد الصحة إلا السقم أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور فيا أيها المغتر بصحتك أما رأيت ميتا من غير سقم وأيها المغتر بطول المهدة أما رأيت مأخوضا من غير علّة والله ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنعش التدار لحبك وعظمك وستبقى رحين عملك فأتبر بمن مات قبلك وربي ستندم وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وستندم على ضياع أوقاتك ولن ينفعك الندم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تزود من الذي لا بد منه فإن الموت ميطات العباد وتضمع ما جنيت وعن تحي وكن متنبثا قبل الرقاد ستندم ستندم إذا رحلت بغير زاد وستشتع عندما يناديك البناد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأدى بغير زاد آخر الكلام إن كان لك قلب آخر الكلام إن كان لك قلب أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا نوم على الصلوات وتجرؤ على المعاصي والمهكرات سؤال أخير أسألك إياه هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا غافل أنت تمادى أدن عليك جدادة 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 أدن عليك جدادة